واحد من اهم الاثار المصرية القديمة واكثرها غموضا انه معبد السيرابيوم الذي يحيط به الغموض من كل جانب لكنه لم يحظى بشهرة كبيرة مثل ما حضيت مقبرة توت عن خامون رغم تميز هذا المعبد الغريب والعجيب باعجاز هندسي ومعماري لا مثيل لها ومن تصميمه الفريد الى صراديبه وانفاقه الطويلة التي تتجاوز الاربعمائة متر وانتهاء بتوابيته الغامضة يبقى السؤال ما السر الذي اخفاه المصريون القدماء في معبد السيرابيوم الغامض تابعونا للنهاية السيرابيوم هو اسم يطلق على كل معبد او هيكل ديني مخصص لعبادة معبود الوحدانية سيرابيس وهي عبادة مقدسة ظهرت في مصر في العصر اليوناني فسيرابيس ذاك هو معبود جديد استحدث من المعبودين اوزيريس وابيس ويجسد السيرابيس في هيئة عجل يحمل قرص الشمس والكوبرا الملكية بين قرنيها وكان الهدف من تلك العبادة هو توحيد المصريين والاغريق لعبادة المعبود الحامي الذي يجمع بين صفات المعبودين الاغريقيين زيوس وهاديس مع صفات المعبودين المصريين اوزوريس وابيس يوجد العديد من السيرابيوم في مصر وايطاليا ففي مصر يوجد السيرابيوم في سقارة واخر موجود في الاسكندرية كما يوجد سيرابيوم في روما القديمة في مقاطعة ياتاكما وسيرابيوم اخر بمنطقة كامبو مارزيو في روما لكن يبقى سيرابيوم سقارة هو الاهم والاكثر تعقيدا وغموضا فذلك المعبد الذي اكتشفه عالم المصريات الفرنسي اوغيست ماريات عام 1851 يعد من اهم المقابر التي بنيت في منف ويقع في مجمع مدافن العجل اوبيس الذي كان مقدسا في فترة الاسر المصرية القديمة ويرمز للخصوبة ويعبد في منف عاصمة مصر القديمة وسيرابيوم سقارة هو عبارة عن مجموعة من الممرات المنقورة تحت سطح الارض والتي خصصت لدفن ممياوات العجل اوبيس في توابيط ضخمة من الگرانيت وكانت العجول تدفن بكامل تحنيطها كالملوك وتوضع معها افخم المجوهرات لكن الغريب ان التوابيط كلها وجدت خالية ومغلقة عدا تابوت واحد فقط حيث انه لم يعثر في اي تابوت منهم على اي ممياء او جثة جسد العجل اوبيس كما ادعى اوغيست ماريت مكتشف المقبرة الامر الذي يدفعنا الى التساؤل عن الهدف وراء صناعة هذه التوابيط وهل تعرضت للنهب والصرقة من قبل احدهم التوابيط نفسها تحمل الكثير والكثير من الغموض من حيث عددها وضخامة حجمها وصناعتها اذ يبلغ عددها ستة وعشرين تابوتا ضخما الغريب في الامر ان غطاء التابوت الواحد يزن ثلاثين طنا وجسم التابوت نفسه سبعون طنا اي ان كل تابوت يقارب من مئة طن وهذا يعني انها تحتاج لمئات الرجال لتحريك كل صندوق منها فلماذا صنع التوابيط بمثل تلك الضخامة بل وكيف تمت صناعتها من الاساس ثم ان توابيط مصنوعة من صخور عالية الصلابة مثل الجرانيت الاحمر والاسود وهي صخور لا يمكن التعامل معها الا عن طريق قواطع الماس ولا يعقل ان يقوم احد بنحتها بالادوات التي كانت تستخدم في عصر الوسورات وهي على التوالي الحجارة النحاس البرونز ثم الحديد في العصور المتأخرة وكلها لا يمكنها التعامل معها مطلقا بهذه الادوات فضلا عن سقرها بهذا الشكل ما يجعلنا نتساء العزيزي المشاهد كيف قطع المصري القديم هذه الصخورة الضخمة شديدة الصلابة وصق لها بهذا الشكل هل استخدم المعاول وآلات الطرق البدائية في عمل ضخم كهذا ام استخدموا آلات ومعدات متقدمة جدا غير معروفة ليس هذا فحسب بل ان جميع زوايا التابوت الداخلية والخارجية عبارة عن تسعين درجة كاملة ليست تسعين فاصل واحد ولا تسعة وثمانين فاصل تسعة ايضا معامل تصطيح بنسبة خطأ اقل من صفر فاصل صفر اثنين بالمئة وهي درجة لا يمكن بلوغها في العصر الحديث الا باستخدام آلات عالية الدقة او تقنية بصرية ضوئية كالليزر وذلك للحصول على التسطيح التام فكيف فعلها المصريون القدمة واذا كانت تلك التوابيت قد صنعت لدفن العجل المقدس عباس كما يشاع فلماذا هي بهذه الضخامة اذ من الافضل ان يتم صناعتها من الخشب الاخف وزنا والاسهل صنعا وتكون بالحجم الطبيعي للثور فقط وليس بتلك الضخامة غير المعقولة هل تتخيل ان الملك فاروق حاول من قبل استخراج احد التوابيت واستعانى بالكثير من العمال وعلى الرغم من ذلك لم يستطع تحريكه من مكانه غير بضع امطار قليلة فقط دعنا ننتقل الى السيرابيوم لنتعرف عليه اكثر اذ يتكون سيرابيوم سقارة من مجموعة من الانفاق والسرديب بطول اربعمائة متر محفورة في قلب صخر هدبة سقارة وهذا بحد ذاته يتطلب مجهودا جبارا ومن الصعب التصديق انه نفذ باستخدام اليد البشرية وحدها يبدأ سيرابيوم سقارة بممر طويل يقودك الى سلالم عبارة عن مصاطب كبيرة في اخرها باب صغير يفتح على ممر رئيسي على استقامة واحدة وبالنظر الى الارضية نجد واحدة منها خشبية واخرى زجاجية لرؤية الارض الاصلية للممرات وعلى جانبي المعبد اربع وعشرون غرفة دفن مقببة منحوطة في الصخرة ولا تواجه هذه الغرف بعضها بعضا بل حفرت بالتبادل حتى لا تحدث ضغطا على التربة الطينية التي حفرت عليها اما جداريات المقبرة فتزينها النقوش المصرية القديمة وتحتوي كل غرفة دفن على تابوت ضخم من الجرانيت ذي الالوان المختلفة كما سبق ان ذكرنا وتظهر عليها نقوش مصرية قديمة متعددة وانفاق السيرابيوم لها باب واحد يعتبر هو المدخل والمخرج وهنا يكمن لغز اخر اذ كيف وضعت التوابيت العملاقة داخل النفق الذي له مدخل واحد ضيق جدا الغريب ان الرؤية داخل الانفاق حتى مع وجود الشمس معتمة للغاية ولا يوجد اي اثر لمواضع المشاعر على جدران النفاقة كما ان اي مشاعر نارية في ذلك العمق مع الردم والاتربة سيكون عملا شاقا وخانقا الامر الذي دفع البعض الى التساؤل حول اساليب الانارة المستخدمة في سيرابيوم سقارة حتى انهم تساءلوا هل كانت هناك كهرباء في مصر القديمة يقال ايضا ان سراديب السيرابيوم تحمل لغزا معضلا ففي الصيف تجدها باردة وفي الشتاء حارة يتسبب عرقك فيها وهكذا نجد هذا المعبد تلفه الاسرار من كل جانب دون ان يتمكن العلماء من امطة اللثام عن اي منها فهل سيأتي اليوم الذي نكتشف فيه السر وراء معبد سيرابيوم سقارة نأمل بان يكون المحتوى قد نال اعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الاشعارات اشتركوا في القناة